بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم النشاط والمثابرة والإخلاص في العمل سواء من خلال جلسات المجلس أو مساهماته التشريعية اللافتة في اللجان البرلماني المختلفة لغترك الفقيد النائب نبيل الفضل غصة في نفوسنا وحزنا في قلوبنا وطويت برحيله صفحة أخرى من صفحات العطاء النيابي والنشاط البرلماني الذي ساهم به وعبر عقود جمع من الرجال الكويتيين المخلصين الذين رحلوا عنا مخلفين وراءهم سجلا من العمل الوطني المتفاني وسيرا من العطاء البرلماني المخلص فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنه سميع مجيب وعملا بالمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية اللتان تنصان على إنه إذا خلى محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو لذلك فإنني أعلن خلو محل العضو الراحل نبيل نوري الفضل ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الخلو لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة كما أود الإشارة بأن تقديم المواساة ونعي الفقيد في جلسة 22 ديسمبر 2015 جاءت لمشاعر التقدير الإنساني لمكانته ولا يعد دستوريا أو قانونيا إعلانا بخلو محل العضو حيث لم يكن قد وصل إلينا رسميا أي مستند رسمي أو قانوني بخصوصه لأعمال أحكام المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية كما لم يكن مقبولا أدبيا رفع الجلسة من دون نعي المرحوم وقبل استكمال مراسم دفنة وود أيضا أنوه بالتالي بأنه صحيح لا توجد سابقة في التاريخ البرلماني الكويتي بأن يتوفى النائب في قاعة عبدالله السالم إلا أن هناك جزئية يمكن القياس عليها وهو عندما توفى النائب السابق المرحوم سامي أحمد منيس أعلن رئيس المجلس في وقتها المرحوم جاسم لخرافي خلو المقعد في الجلسة الافتتاحية وأثناء الجلسة الافتتاحية طلب النائب مشاري العصيمي نقضة نظام وطلب من الرئيس بأن ذكره خلو المقعد في الكلمة الافتتاحية لا يعتد به كون أن أعلان الخلو يجب أن يكون من المجلس فمن يعلم خلو المقعد هو المجلس وليس الرئيس وتم أعلان الخلو عن طريق المجلس لذلك هذا فقط ردا على بعض الآراء اللي نحترمه ونقدره لكن اللي تقول بأن مجرد نعية في الجلسة الماضية يعتبر إعلان خلو فالآن سيسلم سمو رئيس مجلس الوزراء الرسم بخلو المقعد اليوم وتبدأ الحكومة باتخاذ إجراءاتها وعليها أن تقيم الانتخابات بخلال شهرين من تاريخ اليوم ترجمة نانسي قنقر